موسيقى للعنصر الوراثي دور هام جدا في ظهور تسوس الأسنان لدى الأطفال فهو يحدد درجة الميل لدى الطفل لتطور التسوس لكن مع ذلك يمكن التقليل بشكل كبير من فرصة تطور تسوس الأسنان بواسطة النظام الغذائي وعادات النظافة الصحية الصحيحة بالنسبة لتشخيص التسوسات دائما بتبدأ أن المريض بيشعر بألم فهو التريجرينج أول ما المريض يشعر بألم تلاقيه مباشرة أنه بيجي عن طبيب الأسنان غالبا ما بيكون الألم مستمر غالبا بيكون مع الأكل والشرب بعض الأحيان بوصل لمرحلة بصح المريض من النوم فبيكون التشخيص بيجي المريض لابد من فحصه سريريا هون عنا بالعيادة فغالبا بيلاقي بعض النخر بعد النخر قد يكون متوسط بينحل بحشوة قد يكون كتير عميق لابد من علاج عصب بعض الأحيان لابد من وجود الأشعة التشخيصية حتى نكشف عن عمق التسوس ومعرف بالضبط وين السن المتأثر وبالتالي أن أقدم العلاج المناسب بالنسبة للتسوس الأسنان من أهم الأسباب لإله هو وجود بقايا طعام بالفم بقايا الطعام إذا كانت تحتوي على الكربوهايدريت اللي هي السكريات بتكون هي الطعام المناسب للبكتيريا فمباشرة البكتيريا بتلتصق ببقايا الطعام بتقوم بتحليلها وبإنتاج بعض الأحماض هذه الأحماض اللي بتنتجها البكتيريا بتأدي لتحلل سطح السن وبالتالي نخره وبالتالي حدوث التسوس فهذا هو سبب التسوس للوقاية من الإصابة بتسوس الأسنان لدى الأطفال يجب تقليل كمية الطعام المحلل مقدم للطفل وتنظيف الأسنان يوميا بشكل روتيني بالنسبة لطرق علاج الأسنان هي نفس الطريقة التقليدية اللي يلابد من حفر السن وتنظيفه وحشوه بعض الأحيان قد يكون إذا واصل على العصر لابد من علاج العصر بس بعض الأحيان إذا ما كان لسه في نخر أو بداية بالنخر قد نلجأ للطرق اللي هي اللي بنسميها الوقائية مثل الفلورايد مثل الفيشر سيلانت اللي هي بتمنع التسوس للحفاظ على أسنان طفلك من التسوس يجب مراجعة الطبيب من حين إلى آخر